هذا وأعلن وزراء طاقة مجموعة العشرين أنه تم الاتفاق على ضمان توفير الطاقة الأمنة بأسعار معقولة وناقش وزراء طاقة دول مجموعة العشرين ما توصل إليه أعضاء أوبيك بلوس في اجتماع عقد افتراضية برئاسة المملكة لإعادة ضبط أسواق النفط كما تطرق لإجراءات تضمن استقرار سوق الطاقة حيث يأتي الاجتماع بدعوة من المملكة التي ترأس مجموعة العشرين اشتركوا في القناة